ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماع مجلس الوزراء من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من الملفات الهمة هذا وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف تلبية للاحتجات والمتطلبات كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعيه التقرير السنوية والحساب الختمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث كشف التقرير زيادة إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30 يونيو عام 2023 بمقدار 36 مليار و800 مليون جنيه بنسبة زيادة تقدر بـ 9.1% إلى جانب زيادة استثمارات الهيئة بمقدار نحو 66 مليار و600 مليون جنيه